اتعدي ما ساكن احبائي من قناتي عالم نور الانوار اليوم احبائي متل ما شايفين انا عندي ما يقارب 3 او 4 كيلو من البتنجان والكوسة واكتر شي انا عندي الكوسة لانو عالتي كتير بتحب تاكل الكوسة والبتنجان انا عندي هوني كيس هل انا بدي اعلمكم طريقة للمبتدئين بالتعليم تقشير الكوسة والبتنجان انا عندي هايدي البتنجان حقص راسا ما راح ايم دغري الاشير هايدي راح اتركوا الكرميل شاغلي كرميل انا بس امقرة ما تنفتح معانا على الجوانب طريقة كتير سهلة بس بدي شوي التركيز هلا انا راح جيب المنقرة واي يصعب هايدي الشكل لازم تفوت المنقرة قد ما استقبل شوي شفتوا كيف طريقك دغري بتنشال ومنصور نبرمة ومنطلع اللب البتنجان من ما طريقة كتير سهلة صدقوني وما بدي شي وخاصة للمبتدئين يلي ما بيعرفوا ينقروا بس اركزوا معاي طبعا ازا اول مرة بتفوت على قناتي وعجبك المحتوى ما تنسيني دعمي باللايك وتشتركي بالقناة كبس كلمة اشتراك بيزهر عندك جرس صغيرك بس علي مرتين تحضيزل منك الاشعاراتي ومنبلش بارن بالبتنجاني بهيدي الشكل يعني انا البتنجاني والكوسي ما بتخد معاي وقت عشر ثواني بيت نقيرة بس انا عم بشتغل على مهل المهل تحتى انتو تشوفوا كيف انا بعملهم شفتوا كيف طريقة كتير سهلة كمان شفتوا كيف ننطفت معاي يعني امنا كل الب البتنجان بقلبه هلأ انا رح اه شيل للخضر شفتوا كيف ما تخزقت عندي ابدا وهلأ كمان الكوسي نفس الطريقة رح شيل الراس رح شيل من تحت كمان كمان نفس الحكاية من قيسة قبل بس للمبتدين بهيدي الشكل يعني لازم تفوت لمنقرار هالقد ومنبلش بارن كمان ومنبرم تحيطلع يطلع منا كل الب الكوسة طبعا ازا انتو بتحبوا الب الب الكوسة بيتاكل اه شو منعمل فينا نعمله مطبل الكوسة متل ما بنحنا بنعمل مطبل البتنجان فينا نعمل مطبل كوسة كيف منضيف مطبل البتنجان مع طوم وحامد وطحيني فينا نعمله نفس الشي يعني فينا نحنا ما نكب اللب كمان فينا نقل اللب الكوسة مع البيض بيطلع كتير طيب او مع البطاط هون نطفت معانا كتما شايفين طريقة كتير سهلة كمان اه ها اعمل بس كم واحدة قدمكم بعد نبرمون بهدا الشكل واحبا اي ما تحرموني من التعليقات اذا عزبكم الفيديو او ما عزبكم كمان كتبولي اه تحتى تشجعوني واكيد اه بنبسط انا كتير بالتعليقات اللي بتتبولي اياها فعلا خلان عمشي لكل شي من قلبه رح اعمل بعد بس كساية قدمكم ومنبرو ما بهدا الشكل طريقة كتير سهلة شفتو يعني ما تخيلوا للسهول يقدي وهلا عوني من بعد ما انا خلصتون انا كنت غسلتون قبل ما امقرون وهيدي الغسلتين يه طبعا لانو بيكون هيك فيش وقت اه بقلبهم اه لب الكوسة او لب البتنجان عم بخسلهم بهدا الشكل طبعا متل ما شايفين انا عم بخسلهم كلياتهم طبعا اه هلا من بعد ما انا اخسلهم وخلصهم رح بشر بتهيير الحشوي لقلهم طبعا هلا هون انا غسلتهم كلهم رح اضيف كوبين من الروز وراح ضيف نص كيلو لحمين يعني فيكن تجيبوها خشني رح ضيف الملح وراح ضيف سبع بهارات اه وراح يحرقوا كلهم بقلب بعضا بعضا فيكن ضيفوا زيت النباتي شوي او سمنة او زبدة متل ما انتو بتحبوا هاي تعطيها شوي الدسم هلا انا رح احشي رح احشي الكسية ربعة بهيدا الشكل ما رح نحشيها كلها او نصة لأو نسب حال حشينيها كلها رح تنفجر بعانا يعني رح تفجر هي بقلب التنجرة نحنا بنحط ربعة لانه اا كرميل يرتح الرز وينفش على مهلو رح اعمالوا كليتهم وراح ارجع لكم احباها هون من بعد ما انا خلصتهم انا رح ضيفهم على النار ليكم ما شاء الله الكمية اللي انا عملتها انا عندي هون شراب البنادورة ضفتهم بقلب الماي رح ضيف بعض شوي صغيرة اا وراح ضيف ارسان من مكعبات الماجي مكعبات الماجي بتعطيهم طعم كتير رائعة صدقوني هلا انا هيك رح اه فوتن بقلب الماي هلا انا رح غطيهم وبس يخلصوا رح فرجيكم عليهم كيف رح يصيروا هون خلصوا عنا بياخدوا وقت ما يقارب الساعة تقريبا او تلتة اربيع الساعة وهيدي هي النتيجة نهائية احبائية ما شاء الله اا بعقده وروعة فعلا وهلا اا رح افتح لكم وحدة وفرجيكم بقلبها شو اا الرزق في مستوى بعقد وانا هلأ صار بدي ودعكم احبائي الى اللي قابل